وقعت اللجنة الأولمبية البحرينية مذكرة تفاهم مع نظيرتها التونسية وذلك في إطار العلاقات الواطدة التي تربط البلدين الشقيقين وتدعيما للتعاون القائم بينهما في المجال الرياضي ووقع من جانب اللجنة الأولمبية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومن جانب اللجنة الأولمبية التونسية رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد محرز بوصيان وذلك بحضور وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي وبهذه المناسبة أعرب اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية تونس الشقيقة مؤكدا سموه أن توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين تشكل تعزيزا لتلك الروابط القوية وأواصر الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين وأضف سموه تهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية النشاط الرياضي وتطوير الحركة الأولمبية في كلا البلدين الشقيقين وتشمل الاتفاقية على التعاون في المجالات الفنية والطبية والعلمية والحوكمة وأعداد الرياضيين وتبادل المعسكرات التدريبية وتعزيز رياضة البرأة والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية وتنسيق الآراء والمواقف في الهيئات والمنظمات الرياضية وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن مذكرة التفاهم تتضمن الإطار التنفيذي للاتفاقية بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لكل الطرفين مؤكدا سموه أن التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية تونس الشقيقة يعكس النهج القائم لديها في تكريس الرياضة بتعزيز المحبة والتضامن بين الشعوب والترويج للقيم الأولمبية النبيلة وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية التونسية السيد محرز بصيان على إبرام تلك الاتفاقية والتي تعكس الرغبة المشتركة إلى تعزيز أفاق التعاون في المجال الرياضي بما ينعكس إيجابا على الحركة الرياضية في كلا البلدين الشقيقين متمنيا سموه لجمهورية تونس قيادة وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والإزدهار وفي نهاية اللقاء قدم رئيس اللجنة الأولمبية التونسية هدية تذكارية لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اشتركوا في القناة